بسم الله والصلاة والسلام على رسول اللازك وشباب عاملين ايه يا ربي تكونوا بخير مسألتنا النهاردة مسألة اسمها ستارز دروين المسألة بكل بساطة هي مسألة جميلة وبسيطة هيتعلم منها اتنين استراكتشار كويسين جدا هنطبق بيهم و هنشوف ازاي هنبني بيهم الستراكتشار اللي هيبدأ يحل المسألة فعاوزة تركز معي المسألة طويلة شوية عاوزة فهم عاوزة تركيز عشان الدنيا تكون معاك تماما حلو حلو قبل مبدأ المسألة قبل مبدأ المسألة انا عاوزة تكون عارف اتنين استراكتشار مهمين جدا طبعا احنا كده كده هنستخدم الاري واكيد انت واحد مليون في المية عارف يعني ايه الاري عاوزة تكون عارف استراكتشار اسمه الفيكتور و هقول لك بشكل سريع الفيكتور ده هو عبارة عن حاجز الاري بيستي ديناميك يعني ديناميك يعني الاري كانت بيكون فكسد لما انت بتعرف الاري بتقول له عاوز خمسة ايليمنت لا الفيكتور بتعرف الاري بس متديش الاليمنت بيكون معاك ايليمنت زي ما انت محتاج هو معاك ومفتوح معاك الى مالة نهية يعني عدد من الاليمنت مش معروف طبعا هو بتبانى بستراكتشار معين لكن ايا كان هي زي الاري بس مفيش صيف تالت حاجة وعاوزة بتعرف يعني ايه البر في عندنا استراكتشار اسمه بير البر ده يعني زوج هو عبارة عن استراكتشار بيشيل زوج من الحاجة اللي احنا عاوزينه لسه هنشوفها برضه المهم لو انت ما انتش عارف حاجة مثلتها دول حاسب لك لينك الفيكتور والبير تحت في الديسريبشن تحت الفيديو وقف الفيديو روح اسمع الفيكتور والبير وشوف هما بيعملوا ايه والاستراكتشار بتاعهم ماشي ازاي وارجع لي تاني حلو اذا قال دلوقتي بكلم واحد عارف الفيكتور والبير محدش تقلني يقولي البر بتعمل ايه والفيكتور بتعمل ايه جميل جميل حاسب لكم اللينكات الشرح بتاعت الفيكتور والبير بتاعت الديسريبشن تمام تعالوا بقى كده نشوف المسألة عاوز ايه المسألة كلية بسطة بيقولك ان عاوز يرسم نجوم بشكل معين بحيث ايه لو انت عندك نجمة تمام عشان تقدر ترسم النجوم اللي هو عاوزها لازم النجوم على يمين تكون قد النجوم على الشمال تكون قد النجوم فوق تكون قد النجوم تحت لو انت قدرت تترسم الشكل ده اذا النجمة اللي في النص ديت اللي هي ديت بص اللي هي ده هيد اللي في النص ديت اذا ديت قدرت ترسم الشكل اللي انت عاوزها طب نيجي هنا هتلاقي نجمتين من فوق نجمتين من تحت نجمتين من جنب اليمين ونجمتين من جنب الشمال اذا دي برضو تمام هنا هتلاقي برضو النجمة في النص رسم التلاتة هنا يمين شمال فوق تحت اذا كده انت رسمتوا الشكل اللي ايه اللي انت عاوز هو حيديك شكل ما حيديك ايه شكل ما المطالب من حضرتك انك تشوف النجوم اللي تقدر ترسم بيها الاشكال دي ولو الشكل ما فوش ولا نجمة تقدر ترسم بيه الشكل ده اذا اضبع سلب واحد تعالوا ناخد اهو يا عام اجزامبل اهو لو احنا لو احنا قلنا اول نجمة اول نجمة مش هتنفع لانهو عاوز عدد نجوم تحت اللي هو واحد زي اللي فوق لما فيش فوق اصلا وما فيش مال اذا ان دي مش معا طب نيجي عادية او نيجي ايهو دي برده مش هتنفع بدل ما فيش نجوم فقها خلاص ما تكملش وما فيش نجوم اصلا فوق وهو فيه تحت وفعل يمين لكن فوق والشمال ما فيش اذا ان دي ما تنفع طب نيجي هنا في فوق في شمال في تحت بس ما فيش يمين اذا ان دي برده ما تنفعش اذا ان دي دول ما ينفعه حلو نيجي هنا دي ما تنفعش ما فيش فوق ولا فيه تحت في مين بس ما فيش شمال اذا ان دي ما تنفعش نيجي بقى هنا دي ركز بقى معايا ركز معايا دي فيه نجمة فوق فيه نجمة تحت فيه نجمة يمين قصد شمال وفيه نجمة يمين اذا ايه? اذا دي لا فعل. تمام? دي اندكس كام? تعال اكيا نشوف. دي اندكس كام? ده في الايه? في الرو. كام? او خلينا نقول دي في الرو تلاتة ادي اول رو. تاني رو. تلات رو. حلو? كده ايه? صف تلاتة وعمود ادي واحد. اتنين. تلاتة اربعة. عمود اربعة. اهو. قال لك ايه? صف تلاتة وعمود اربعة. قدرت تنسب كم نجمة? هي نجمة واحدة. انا وقفت عادية. قدرت تنسب واحدة فوق واحدة تحت واحدة يمين واحدة شمال. وقلنا لازم عدد النجوم يكون متساوي على اربع اطراب. اذا اول حاجة بتتديره اول الصف اللي فيها والعمود اللي فيها. والايه? وايه عدد النجوم اللي رسمتها? طبعا انت عارفة. دي حاجة معروفة. انت الواحد وصلت للشدة وبتحل. اكيد عارف الاري والتو ديميشن الاري. دي اكيد عارفهم مليون كلمية. التو ديميشن الاري عبارة عن ايه? عن تو دي اري? عبارة عن صف وعمودة. وانت عارف ان اي بوينت هنا بتمثل صف وعمود. زي ما ايه ما جبناها. احنا قلنا عاوزين دية. عددنا الصفوف وفي صف كام? ادى واحد اتنين تلاتة. كده صف ايه? تلاتة. وعمودة كام? واحد اتنين تلاتة اربعة. قمودة اربعة. اذن تلاتة واربعة اللي هي دي. اذا ده ترسم كم نجمة? نجمة واحدة. اهي. تمام? نيجي عندي تلاتة وخمسة. اللي هي ايه? اللي بعديها. ما اللي بعديها برضو? تلاتة بس عمودة كام خمسة. هنا اهو. حنلاقي ان في نجمتين هنا. على الشمال. ونجمتين على يمين. ونجمتين فوقهم. ونجمتين تحتهم. اذا دي برضو اللي هي تلاتة وخمسة. بس المرض اللي اردرت ارسم كام? ارسم نجمتين. تمام? دي مش هتنفع طبعا. وده مش هتنفع. لان ما فيش فوق ولا فيه تحت. طب نيجي هنا دي برضو مش هتنفع. طب نيجي هنا. دي برضو مش هتنفع. طب نيجي هنا دي برضو مش هتنفع. تمام? نيجي نشوف اخر سيناريو ده. تلاتة وخمسة. نفس النقطة دي. بص معي نفس النقطة دي. تلاتة وخمسة. اللي هي دي. مش هتنقد ترسل اتنين فوق. اتنين فوق. اتنين تحت. اتنين يمين. اتنين شمال. ايوة. طب انا ممكن ارسم واحدة بس. واحدة ايه? واحدة يمين. واحدة شمال. واحدة ايه? تحت. برضو نفس النقطة بس ادار تسلم ايه? النجمة واحدة. اذا ممكن النقطة واحدة ترسم نجمة واحدة. فوق وتحت ويمين وشمال. وممكن نفس النقطة ترسم نجمتين. يمين وشمال وفوق وتحت. لكن انت لو طلعت دول بس. تمام ما فيش مشكلة. بص تحت ويقولك ايه? فاول example لو انت دول بس اللي عملتهم. خلاص ما فيش مشكلة. لانك انت جبت النقطة. انت جبت النقطة. وتمام? وليها اكتر من نجمة ممكن ترسمها. ممكن ترسم نجمة او اتنين او تلاتة. لو اكتفيت بواحدة مفيش مشكلة. لو عملت الاتنين برضو مفيش اي مشكلة. تمام? اذا مسألة? اظن ما فيش اي ايه? اي مشكلة. هو عبارة عن شكل? عاوزك ترسمه. بيديك الشكل. بتمشي على نجمة نجمة وتشوف هل الشكل ده? بينطبق مع الشكل اللي هو مدالك ولا لا? تبدأ تشوف فاني الاستري او النجوم اللي تنطبق مع الشكل اللي هو عاوزه. وتبدأ تايه? تخلع له هو صف كم معمود كام وكام نجمة تدر تتسمها بفوق وتحت. ويمين وشمال. لو جاء في اخر مثال. تمام? هللاقي دي ما تنفحشي. ودي ما تنفحشي. ودي ما تنفحشي. ودي ما تنفحشي. طبعا عارفين ما تنفحشي ليه? لاني ما فيش فوق ولا تحت ولا يمين وشمال كلهم قد بعض. تمام? ما فيش نجوم اصلا. فمش هينفع يحط مع ايه? سلم واحد. دي المسألة ودي بكل مسافة. عاوزين بقى نشوف. هنقدر نحيل مسألة ديت ازاي? وركز معي. وقلت لك انت واحد. تفهم دلوقتي معي. التو دميوشن الاري. والفكتور والبير. ارجوك 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 لو مش فهمهم. ارجع افهمهم. حساب لك الرابط تحت في الدسكريبشن. وتعلي كامل معاي. جميل? جميل. خلينا. خلينا نروح. تمام? نبدأ نشوف هنعمل ايه? انا اول حاجة عاوز اعرف متقرين دون. خلينا اعرفهم جلوبال عشان لو انا عملت فانكشن ان شاء الله هستخدم الفانكشن في الفيديو ده. عشان تكون على مستوى كله. ما تكونش على مستوى بس ايه? المين? تحاول له ايه? انت. ان وام. او خليها ايه? انت. تمام. ان وام. فيو مشكلة? ما فيش مشكلة. حلو اوي. حلو اوي. ركز معايا. انا هعمل كونستان. انت. تمام? اكوال كام? اكوال ولياكن. عشر تلال. وهعمل. او في الصيز. او في الصيز. في مشكلة? ما فيش مشكلة. انا مجرد بس بعرف الحاجات بتاعت الدلوات اللي انا هشتغلت بيه. عملت صيز اصد بمئة الف انا اسف. بمئة الف. انا كي كده عندي هو مديلي بيقولي الان والام ما بين التلاتة والمية. فان عملت. بعدد اماكن اكتر ايا كان ما فيش اي مشكلة. وما جاستخدم هستخدم على اساس الان والام ما فيش اي مشكلة خالص. تمام? ما فيش اي مشكلة. حلو. فاضل ايه? فاضل. هعرف بقى. الفيكتور اوف بير اوف بير. انا لو جيت عملت الايه? ما تقلقش. ما تقلقش مع اي حاجة خالص انا هفاهمك. الاستراكش هزابان ازاي? لو قلت له فيكتور. اهو. تمام? فيكتور. اوف بير. تمام? البر ده هياخد. انت. وانت. تمام? وهنا. هدد له ايه. خلي في الدمس الاول اهو عشان ما مطلقش. تمام? خلي ده بياخد. انت. وانت. خلي ده بياخد انت. وهنا بياخد بير تمام? انا مش فاهم حاجة. انا مش فاهم حاجة. هقول لك سواني بس عشان ايه? الدنيا ما تحكوش منها ده الفيكتور. اف البير. البير ده هيكون مكون من بير وانت. هيكون مجوّن من بير وانت. دي زيادة مش عاوزني. حال? في مشكلة? هنا. ما فيش اي مشكلة لغض الوقت. هسميها ريزل. انا عملت ايه? بص معي. انا عملت فيكتور. اف بير. البير ده اهو. جوه البير بياخد تاني بير وانت. مش فاهمين. هقول لك بالراحة. بالراحة خالص. تخيل معاك فيكتور مكون من ايه? من اربعة ايمنت مسلا. تخيل او في اربعة ايمنت بس. تمام? دول الاربعة ايمنت او. اسف. دول الاربعة ايمنت. حالو. اد اول ايمنت. وتاني ايمنت مفيش مشكلة او تاني ايمنت ورابعة ايمنت. خلية بس نشتغل على ايمنت واحدة وفاهمك. ده فيكتور. مكون من المجموعة من الاليمنت. تمام? البير يعني زوج زي ما انت عارف وفاهم البير يعني زوج. تمام? لو اعتبرنا ده اول عنصر في الفيكتور. اللي هو ده. تمام? مكون من ايه? من بير. يعني من زوجين. يعني جوه الايه? الفيكتور ده? هيكون فيه زوجين. اهو. هيكون في ايه? زوجين. اللي هما ده. دول زوجين. ده هيشيل ايه? اول زوج فيه هيشيل بير تاني. يعني هنا كمان هيكون فيه كمان بير. اهو. تمام? البير ده هيشيل ايه? هيشيل انت وانت. فده انتجر. وده انتجر. طب وتاني بير في البير الاولينية هيشيل انت. حلو. اذا كده الاليمنت الواحد. الاليمنت الواحد. هيشيل. البيكتور. البيكتور ده في ايه? اول الاليمنت فيه في بير. اللي هو البير الاولين لهو. ده بيشيل زوجين. اول زوج فيه بيشيل بير تاني. فيه اتنين انتجر. والبير التاني من البير الاولين بيشيل انت. تاني. انا هشرحها تاني عشان ده اهم حاجة يريد ان تفهمها. انا اللي فيه ما فيش اي مشكلة. انا عاوز اعرف كل الاليمنت مكون من ايه? حنلاقي ان كل الاليمنت في فيكتور عبارة عن بير. شايفيني البير ديت? تمام? البير ديت يعني زوج. تمام? ده الاليمنت او الاليمنت او. فيه بير يعني زوج اهو. ده دول الزوج ايه? او الزوج الواحد مكون من حاجتين من كمتين. ده بالنسبة للايه? للبير ده. خلاص خلصتو. تمام? البير ده مكون من ايه? مكون من بير وانت. يعني اول عنصر في بير. وتاني عنصر في ايه? في انت. انتجر. حلو? تمام. نروح على البير ده بيشيل ايه? بيشيل انت. وانت. حلو. اذا امنت الواحد بقى بالمنظر ده. تمام? عملت كده ازاي? عملت كده لايه? حاولك عملت كده لايه? عملت كده لان انا عاوز الريزولت بتاعتي تكون فيها. رو. وكلهم. وعدد النجوم. فانا عملت ده بالمنظر ده عشان اقدر. يبقى عندي اخزن فيه الرو? والكولوم وعدد النجوم اللي انا عاوز ايه? اللي انا هرسمها. اللي هو ايه? الده. بص الده. بص الده. بص الده. تبص Learning بص عراح بس هنا في الده. شايفين الده. ايوة. ده عبارة فى فعلا عن فيكتر. الذي هو عدد ايه? عدد من الاري او عدد من الايليمنت. اللي هايه? اللي هكزينها. عاملت فيكتر في كل فيكتر او كل الام انت في فيكتور ده في تات عناصر. صح? ايوة صح. خلاص اهو. فتات عناصر دول اللي هو الرو والكولوم وعدد النجوم اهو الرو والكولوم وعدد ايه? النجوم. تمام? اظن دي ما فياش اي مشكلة خالف. في مشكلة? ما فياش اي مشكلة. خلاص خلصنا الفيكتور وعرفنا الفيكتور عاوز ايه? تمام? طبعا ما تنساش ان فيه هنا كم. تمام? نرى ان كده كله شغالة. على فكرة لازم تكتبه بنفس الاسلوب ده. بمعنى انت عارف الوشيط اللي هنا يطلق لك مشكلة. شايف? طلق لك مشكلة. فانت خلي بالك من اللي الموئة دي انا مش عارف بصراحة. ايه الفكرة بتاعتها? يعني انا بصراحة مش عارف. بس هي عشان تتكتب وتشتغل لازم بتحط الاسبيس هنا? واسبيس هنا. لو شيت الاسبيس برضو? لأ شغالة ديت. يبقى الاسبيس. فاخر واحدة ديت لازم تحطها. لو شلتها. يطلق المشكلة. السبب ايه? الله اعلم ممكن يكون سينتاكس ايا كان. ماناش دعوة. المهم ان احنا بنينا الاستراكش اللي احنا عاوزين. خلاص? كنا بنينا الاري بتاعنا وبنينا البكتور بتاعنا. تعالوا بقى نبدأ في ايه? تعالوا ابدأ بقى. حلو? حلو? مفيش اي مشكلة لغاية دلوقتي. جميل. بص معي. انا اول ما اخش هنا في الابليكيشن وران. هيبدأ معي بقى الاري. السيز اللي هو الرو كولومز عبارة على عشر تلاف. ازبط مئة الف في مئة الف. صح? صح. تمام. خلينا نيجي هنا نشيل ده. كده احنا بدقين. المفروض بدقين بي. المفروض ده مئة الف. وده مئة الف. طبعا مش حكتب بمئة الف. وده مئة الف. لغاية منزل برضه بالروز لمئة الف. لان انا عندي الرو كولومز اللي تن ايه? بمئة الف. فانا مفروض بص معي حبدة من هنا. لازم يكون عندي مئة الف صف. ومئة الف عمور. فده هيفضل ماشي مئة الف. وده هيفضل ماشي مئة الف. ده هيفضل ماشي مئة الف. عشان يبقى عدد العميدة مئة الف. وده هيفضل نازل مئة الف. عشان يبقى عدد الايه? عدد ايه? عدد ايه? عدد الروز برضو مئة الف. طبعا واحد يقول لي ممكن ده ايه يعني ايه? بتخلي الميموري بتاخد ايه ميموري يعني اكثر من حدها حوالك مفيش مشكلة. خلينا نعملها بس ايه مية الف الوقتي لو انت عاوز تخليها جوة المين تخليها ايه اللي هي الان والام بتاعتها المزبوطين مفيش اي مشكلة بس خلينا احنا ايه نشتغل بالطريقة دي دلوقتي. تمام? حلو. بعد كده انا اول حاجة هستقبل هنا. سي ان الان والام. ايه الان والام دول? الان والام دول اللي هبه الستة في التمانية اللي هي التو ديمنش للقرية لحد دهالي. هو من ديني ست صفوف. عادي دوري هتلاقيهم ست صفوف. ولو دازلت بالاعمدة هتلاقيهم ثمان اعمدة. فمشكلة مفيش مشكلة. حلو. حابده اعمل ايه? حابده اعمل فرلو. حاولو انت اي اقوال واحد. ايه الان. والاي بلاس بلاس. حلو. اعمل فرلو كمان. انت زد اقوال واحد. وزد قال من او تساوي الايه الان. وزد بلاس بلاس. حلو. وحابده احط كل الكيم اللي عندي بايه? بضوت. حابده احط كل الكيم اللي عندي بضوت. حلو. الري اوف الال اوف الزد اقوال ايه? اقوال دوت. في مشكلة? ما اعتقدش تعمل الوقت في ايه? في مشكلة. اسف. اقوال دوت. طبعا هي مش هتبقى ايه? مش هتبقى انتجر هتبقى تشار. لان احنا بنخزن حروب. تمام? واحد يقول للي عملت ايه? حاولك انت عارف ان التو ده ليش للقري. تقدر. عشان تقدر تلف عليهم. المنت المنت. او تخزن في المكان انت عاوزه. بتعمل فور. بتمشي على الرو. وفور تانية بتمشي على الكولومز. وبتبدأ ايه تشتغل. كده احنا اعملنا ايه? وليكن الان وليكن بايه? زي ما هو من دهنا. بستة وتمانية. ستة وتمانية. فدلوقتي حمشي من اول الاي. حالات احتاجها ايه? الاي اقوال واحد اقل من او تساوي ايه? تساوي كام ستة. وهنا برضو. هيكون الاي اقوال واحد. اصد الزد بقى. الزد اقوال واحد. والزد اقل من او تساوي كام التمانية. كده انا حمشي. بص معايا. المفروض انت عارف ان ايه? ان ده زيرو اندك. زيرو وان تو سري فور. فايف سكس. سيفن ايت ناين. تن واحد كزا لغاية الاخر. وهنا برضو. خلانا نقول. زيرو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. طبعا هنا عارفين ان ايه? حمشي بيوم لغاية متة الف. وهنا برضو. حمشي بيوم لغاية متة الف. تمام? اهو بص. اهو 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 اهو. فهنا برضو ايه? سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. حلو حلو. فانا حليف بالفور. من الاي. بالنسبة للرو. اي اقوال واحد. لغاية الاي اقل من او سوى ستة. اذا انا هاخد الحتة دي. نول هنا لغاية هنا. اللي هي الجزء ده. تمام? وبالنسبة للكلوم. من واحد لغاية تمانية. اللي هو من واحد. اللي هو اهو. وانت نازل لغاية التمانية دي. هرسمها لك. ايو انت هاخد ايه? هاخد. هاخد. الاي اقوال واحد. اهي. اللي هي الرو اقوال واحد. لغاية الاي اقوال ايه? قلي من او سوى ستة. حلو. وهاخد في الكلوم. من واحد لغاية تمانية اهو. من واحد. من واحد اهو. من واحد اهو. لغاية تمانية. اذا كده انا اخدت الجزء انهو. كده انا حاجزت الجزء ده. من القرية كلها حاجزت الايه? الجزء ده بس. هو ده الجزء اللي هشتغل فيه. تمام? في مشكلة? اظن ان فيش ايه مشكلة. حلو. انا عملت لكلهم انشل بايه? انشل بايه? بدوت. انشل بدوت. طبعا المفروض. المفروض لو بنتكلم صح ان باقي النقط دول مش هيكونوا بدوت. انا بس اعطيتهم بدوت. كانشل ما فيش ايه مشكلة. لكن القيام دي مش هتكون بدوت. هتكون بايه كام تانية مش عارفينها. لكن دي مش تبقى بدوت. لان احنا اللي معرفين الجزء اللي احنا عاوزينه بس. اللي احنا ايه? لسه لسمينه من شوية. حلو حالو. بعد كده بعد كده خليه هو يبدأ يدخل في الجزء اللي انا عاوزه يدخل الكم اللي انا عاوزها. تمام? نركز مع بعض. هروح. اهو هاخد دول اهم. اهو هاخد دول اهي? هاخدهم صف في صف. المفروض احنا اللي حجزنا ايه? حجزنا الجزء ده? نركز معي. حجزنا الجزء ده صاح? تمام. من واحد لستة? اهو. او واحد لتمانية? اهي. ده بالنسبة لايه? للكلوم. من واحد لتمانية اهو. تمام. واللي بعديه? اهو. اسف. واللي بعديه اهو. لتمانية برضه. واللي بعديه? اهو. ما فيش مشكلة? ركز معي وانت بحط عشان ما تلوطش. واهو. من واحد لغاية تمانية. تمام. اخد الاخر اتنين اهو معنا. دي اهي? لغاية كام لغاية تمانية. كده انا خليته دخلي في الجزء اللي انا اعوده. بدأت من واحد لغاية تمانية. ومن واحد لغاية ستة. من واحد لثمانية كعمدة. ومن واحد لستة كايه كسفو. تمام? المفروض يا جماعة زي ما اماكن موجودة. لان انا معرفهم. حلو? اهو. انا حافل لغاية الستة. دول القيم. طبعا دي مش بايه? دي فاضي ودي فاضي كمان. ودي فاضي كمان ودي فاضي كمان ودي فاضي كمان ودي فاضي كمان. لان انا الاماكن اللي انا حاجزهم من اول واحد لغاية الستة كسبوف. ومن واحد للتمانية كعمدة. فهو ده الجزء دك. لكن فينا مكان فعلا. بس ما فيوش ايه? ما فيوش كيمة. او ممكن يكون في كيمة جربية. كيمة مش معروفة او كيم يعني ايه رانضم. مش عارفينها. دول مش موجودين. دول مش موجودين. دول مش موجودين. دول مش موجودين. لان انا لو انت شفت في الكود انا عرفت في الضت في الجزء اللي انا بس حاجزته. خلاص تمام. الاخر خطوة هنا عملناها لما ادخلنا القيم ديت انا هعمل كمان فل لوب. وهخليه هو اللي يدخل. هو اللي ايه? اللي يدخل القيم. يدخلها ازاي? هقول له. بدل كده. هقول له يدخل لسي ان. اريو في الاي. كده هو هيبدأ. بعد ما اداني السيتة والتمانية. يبدأ ايه بقى? يدخل القيم بتاعته اللي هي دي. فيدخلها يحطها في الاماكن ايه? في الاماكن بتاعته. حلو? مفيش اي مشكلة. والله العظيم يعني مسألة جميلة وبسيطة وحلوة. وركز معي. بعد كده هنبدأ نعمل ايه بقى? ركز معي. هنبدأ نتشيك على. التو دايميشن الاري بتاعتنا. جميلة. خلينا خلينا نقف بالمسألة اللغاية هنا عشان الفيديو ما يكونش طويل. قوي كده. تماموا عشان الناس ما تملش. وده هيعتبر برطة وان من المسألة. ان شاء الله انتظرهم الفيديو الجاي برطة وليه. اه وكمان لو انت بتتفرج على الفيديو ده في بلاي لست اي سي اي سي اي او في اي بلاي لست. هتلاقي تحتيب تحتيب الزبط البارت تو. لكن لو انت بتفرج على الفيديو ده يعني قبلك في الطريق وتفرقت عليه. هتلاقي لينك البارت تو تحت في الديسكريبشن. هتمنى يا جماعة يكون الفيديو واضح لو في اي حاجة مش فرحة ومش هتوصل مع اي حسيب لك لينك الفيسبوك و لينك الان. تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.